في لقطة مهمة او اعيز اتكلم مع حضراتكم فيها بعد طبعا ما استمعنا للمستشار الفاضل احمد بن داري في الجزء الاول من الحلقة بحب اوي مبدأ فكرة حق وحقك بحب اوي المبدأ ده نعم تم دعوة كافة وسائل الاعلام اجنبية قبل ما تكون مصرية لا تم دعوتها بالفعل لكن التناول للانتخابات الرئاسية هيكون ازاي حقيقة الهيئة الوطنية كان لها ضوابط بشكل محترم جدا تفضل تابع كما تشاء علق كما تشاء لكن من خلال ايه من خلال البيانات التي بتخرج من الهيئة الوطنية للانتخابات وده اللي على فكرة بيحدث في العالم كله يعني في العالم كله اي وسيلة اعلامية ايا كانت مقرؤة مسموعة ان خرجت عن البيانات الرسمية وحاول يكتهد لا يعني بيتم عقابها بشكل كبير تعال نسمع سعادة المستشار احمد بنداري قال ايه في النقطة دي ونكمل معكم بعد مرة تانية كما نهيب بالمؤسسات الاعلامية والصحف المصرية والاجنبية بالالتزام بالضوابط التي وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات مع عدم نشر اي اخبار عن الهيئة الا ما يصدر عنها بصفة رسمية وسيتم تطبيق القانون في حالة رصد اي تجاوز او مخالفة وتؤكد الهيئة على الحياد الايجابي لكل مؤسسات واجهزة الدولة وفقا لما نص عليها الدستورة والقانون خلال العملية الانتخابية وسيتم اتخاذ كافة الاجراءات والصلاحيات التي يكفلها الدستور والقانون للهيئة في حالة رصد اي صورة من صور التجاوز في هذا الشأن اشتركوا في القناة